السلام عليكم ورحمة الله سأعطيكم العافية سنحكي عن الابوبنك طريقة فتح الحساب ما هي الإيجابيات و السلبيات ما هو الابوبنك بالأول الابوبنك هو ابو تيكا في البداية كان بنك الصيادلة في ألمانيا ثم بنك الصيادلة والأطباء البنك قديم ليس بنك جديد بنك عمره أكثر من 100 سنة لا نرى دعاياته ولا نرى دعاياته لأنه مخصصين فقط لفئة معينة للصيادلة والدكاترة وهذه الفئة معروفة عندهم لذلك قد لا يعتبر من البنوك الشهيرة في ألمانيا مثل الشباردة وشباركاسي ولكنهم مخصصين لشريحة معينة من الناس الصيادلة والدكاترة أول شيء هو الوراق المطلوبة حتى أفتح الحساب في البنك الوراق المطلوبة يكون معك بروف او ابروباتيون وهي إثبات انك انت صيدلاني وبعد ذلك لديك الانملد بشتيتجونك من الراد هاوس وهي إثبات لعنوان بيتك بحيث يبعثوا لك الكروت البنك والباسورد على عنوان بيتك والإنشاء الله الثالثة المهمة او جواز السفر بالأحرى بحيث لا يكون منتهي الصلاحية هؤلاء هؤلاء سيطلبوا بأي بانك تاني مثل بشتيتجونك وجواز السفر سيطلبوا بأي بانك تاني ولكن لأثبات انه الشخص هذا صيدلاني ما هي الخدمات التي يقدم ليها ابو تيكر ايرستيبانك الخدمات انا كتبت على ورقة منشان احاول اذكر كل شي بعرفه اول شي الرسوم السنوية هي الاليلب الرسوم السنوية هي 9.5 يورو فقط بالسنة الكاملة بيعطيك بالتسعة ونص يورو هذه ثلاث بطاقات البطاقة الاولى بطاقة البنك العادية وبطاقتين كريدت الكريدت طبعا منحسن نشتري فيها من النت او منحسن نسحب منها من اي مكان في العالم هي بتكون بطاقات انترناشنال البطاقات الكريدت بيكون فيها رصيد لحت 5000 يورو بالسالب بيقدر ينزل الحساب طريقة سحبهم انه نحن نشتري بالكريدت من النت مثلا وباخر الشهر بتجينا الفاتورة بيحص مباشرة من حسابنا في البنك فالمبلغ اللي بدنا نشتري منه بالكريدت لازم يكون موجود عنا بالحساب مو انه موضوع انه ناخد منه القرض او هيك حسب اللي انا فاهمانه ضروري ما ننسى انه الكريدت هدولة نعمل لهم تفعيل بيجي مع البطاقات الكريدت بيجي بعدهم بوست لباسورد لقالهم منشان فاعلهم ما بنقدر نشتري فيهم عن النت ما بنقدر نستخدمهم حتى نعملهم اكتيفاشن والاكتيفاشن كود هن بيجي بيجي بيحكو لكم انه واحد اتنين ثلاثة هيك لازم تعمل وتفعيلهم مكتور صعب بس الفكرة انه نعمل اكتيفاشن قبل ما نستخدمونه خدمة ثانية انا كاتبة عندي الموظف حكالي عنها فيه شي اسمه براكسيز بورسي بالابوبانك اللي هو مثل منتدى على النت بيكون لما الواحد بده يفكر يصير سلبشتنك لما الواحد بده يفكر يفتح صيدلية او يفتح مشروع صيدلاني او 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 فهذا البراكسيز بورسي بيكون فيه ملتقى لكل الناس مثلا انا في مدينة معينة بدي اطلع بالمحيط طبعي بمئة كيلومتور بدي ادور شو في صيدليات معروضة فبدخل عليه بتاخد الباسورد منه من الانشراف بارتنار تبعك وبتدخل على المنتدى بتشوف مين فيه صياد لعندهم صيدليات وعندهم حسابات بالابوبانك وعرضين صيدلياتهم مشان بدهم حدا ياخدها بدهم حدا سواء فيرباختونك او برنامين او هالهي بحيث انه صليت وصل بين اللي عم يدور على صيدلية وبين اللي عارض صيدليته للبيع او لا انه حدا يستثمره او يستأجره او ياخده فهاي خدمة بقدمها البنك لما بتقوله للبنك انه انا بدي اصير سلبشتندك بدي افتح صيدلية لوحتي بيدرس معك الجدوى تبعها الصيدلية ويقدم لك براتنج بالموضوع وطبعا مستعد البنك هو من اكتر البنوك اللي بتمول المشاريع الصيدلانية او الصيدليات زي بنا نحكيه زي بواحد يفتح صيدلية ممكن البنك يساعده فيها او انه يتلاقي الصيدلية عن طريقه اصلا هاي المعلومات لي عندي ما عندي معلومات اكتر عن موضوع لانه يعني استدنا ببداية الطريق وما كتير الموضوع لسا بهم الواحد اه من الخدمات اللي بيعملها كمان فتح حساب ضمن الحساب الاصلي انا بالانلاين بالابليكيشن تبع الانلاين بيقدر الواحد يعمل حساب تاني ضمن حسابه الاصلي بحيث مثلا انه انا بدي اعمل حساب مثلا لزوجي او لزوجتي او لهيك فبينزل الحساب انا هاي ما جربتها حكالي عنها واحد من زمناء فبينزل الحساب انه مثلا نزلي مبلغ معين فبكون حادث انه مباشرة اوتوماتيكي ينتقل على الحساب الثاني اللي خلينا نحكي حساب وهمي ضمن الحساب الاصلي ينتقل مثلا مبلغ الف يورو عليه مباشرة وانا بحسن بطلب كروت البنك كمان من البنك نفسه لزوجتي عنه بحيث انه تستخدم حسابي بالكروت تبعه للمت اللي بحسن بحدده من الابليكيشن اللي عندي ما بعرف زي واضحة الفكرة اعتقد انه واضحة فتح حساب الاصلي في عن موضوع انه من الانلاين تبعه كمان من الابليكيشن تبع الانلاين هيشغلي كتير انا شوفتها حلويه انه من الابليكيشن نفسه بتحسن تربط حسابك الاصلي يعني انا لحساب بالشبار كاسي بالاول وعمله انلاين هلا اخدت حساب الابوبنك ومن الابليكيشن تبع الابوبنك انا بربط في حساب الشبار كاسي فانا بدخل بس على التطبيق تبع الابوبنك وبشوف كل حساباتي بشوف حسابي بالابوبنك بشوف حسابي بالشبار كاسي هذه الثورة عملية انا شوفتها في عندنا خدمة تغيير الاحساب عن طريق البنك اللي هي انه نحن كل واحد في عم يدفعا الايجارم يدفع اقصاط لعندو هذا اللي هيك اللي بتنخصم شهريا وبتقدر من البنك من حسابك الانلاين بالابوبنك تطلب انه ويجب لي كل الفواتير على هذا الحساب يعني انا كنت كل الفواتير مثلا من الشباركاسي بدفعه فتح الحساب بالأبوبنك طلبت على النت انه انا بدي كل الفواتير تصير من الأبوبنك فبيعملك بنزلك انتراك وبتوقع عليه وبينبعت الانتراك اوتوماتيكيا لكل الجهات اللي انت لازم تدفع لهم شهريا في منهم لازم تروح لعمدهم شخصي ما بيرضوا يعني انا شركة البيوت مثلا بعد ما بعتلي الانتراك خبروني قالوا لي بدنا توقيعك الاصل ما بدنا توقيع الكتروني فروحت لعندهم ووقعت في منهم لأ قالوا لي خلاص بعطوا لي بشتادي جونج وانه امورك تمام فهاي كمان شغلة عملية انا شفتها بتحويل الحساب موضوع بقي عنا انه موضوع مهم اللي هو من وين بسحب المصاري ومن وين بعمل اينتسانون هلا البنك هدا فيه مو مشكله ولكن من صفاته اللي لازم نعرفه انه هو مائل اوتومات خاصة فيهم بي متعاونين مع شباردا بنك متعاونين مع فولكس بنك متعاونين مع بنك تالت انا بصراحة ما عرفته ابدا مو كتير منتشر هلا الاوتومات ماشين لهدول البنوك التانية بنقدر نحن نستخدمهم بكل بساطة وما في اي مشكلة اذا بدك تستخدم من اوتومات برا غير الفولكس ماك وغير لشباردا من الاوتومات اللي مو متعاونين مع ابوبنك بيطلع لك في البداية انه انت هال عملية اللي بدك تعملها راح تكلفك كذا يورو هل بدك تتابع ولا لا اذا ما طلعت لك معناها امورك تمام هيك حكاري الموظف فننتبه على هاي القصة موضوع الاينتسالونج موضوع ايداع المساري ما بنقدر نوضع الا في البنك نفسه فاذا في مدينتك ما في فرع لهاد البنك لازم تسافر على مدينة يكون في فرع لهاد البنك او انك تعمل اوبارفايزونج للفلوس من حساب تاني فالايداع بطريقتين اما نروح على البنك نفسه اذا ما في مدينتي لازم اروح على هاي المدينة اني على فرع البنك الاساسي اني او دع مصاري او انه يكون في عندي حساب تاني مثلا احول على حسابي تبع الابوبنك قبل كام يوم بحيث يدخل المبلغ بحسابي الابوبنك فهاي شعلا لازم واحد يعرفها كمان اذا بتهمه الليمت اللي بنقدر نسحب منه المبلغ نحن بنقدر نسحب الالفين وخمسمائة يورو باليوم من حساب الابوبنك ولكن لا يزيد عن 3500 بالاسبوع فكمان اذا الواحد بيعرف بدويلزامو بدافع كبير بدويلزامو مبلغ اكتر من 3500 فلازم يخطط لانه يروح على البنك نفسه حتى يسحب ما رح ينسحب معك من الماشين اكتر من 3500 بالاسبوع فهاي الفكرة كمان لازم واحد يعرفها في الشغلة كمان حكالي عليها الموظف ما بعرف اذا فيه ناس كتير بتهمهم ولكن من ضمن الاشياء اللي بنعرفها انه فيك خدمة استثمار عن طريقهم كمان اللي بهمه استثمار اسهم بشركات ادوية او بهل منحهاد كمان البنك فيه هذا الموضوع بيقدر واحد من الموظف تابعه يعرف معلومات اكتر فيه جودشاين للزبون الجديد او للعميل الجديد خلينا نحكي اذا واحد بيعرف واحد بدا يفتح حساب جديد بالابوبنك الشخص الجديد اللي بديه يفتح يقول له موضوع الجودشاين العادي المتعرف عليه يقول له للانشبرح باردنر انه انا مثلا فلان الفلاني هو اللي قال لي او انه رقم الفلاني انا اللي جيت عن طريقه فبينزل 50 يورو ما بعرف اذا كاش او كوبونات او جودشاينات من اماكن معينة للشخص القديم للعميل القديم اللي جاب العميل الجديد مبلغ 50 يورو فاللي بده يفتح مثلا اذا واحد بيعرف رفيقه او بيعرف مثلا اذا واحد زوجه زوجة مثلا بيقدر استفيده من هاي القصة انه فلان هو اللي قال لي على البنك وبالتالي بيعطي جودشاين بخمسين اعتقد انا هيك خلصت انا بس عم اعمل تشيك اذا بقي شي ما حكينا بقي شغلي واحدة بس بحب احكيي انه هذا الفيديو ما علي حقوق محفوظة ابدا وانا بسمح للاخ سامر دياب ينشره وينما بده والسلام اشتركوا في القناة